ننسى جرامة وصلنا 48 دقيقة مرحبا بكم جديد هتنا عملوا طلع على أخبارنا في العالم ومتابعة هذا الفيروس العين شوفوا آخر أحصائيات المصابون اللي تجاوز عددهم المليون وسبعمية حول العالم وعدد المتعافون هو 376.615 إلى حد الهان والوفيات اللي هو تجاوزه لمية ألف مية واثنين ألف وسبعمية وخمسة وسبعين حالة وفيات في العالم بهذا الفيروس العين رب يرحمهم وإن شاء الله رب يشفي ليمزلوا ونشوفوا أنه لحقيقة صور قاعدة وصلنا من مدينة نيويورك ليسمعوها كما سمعوها جزيرة الموت هذه تفجع تفجع بكل صراحة الفيديو المقابر الجماعية لضحايا كورونا في نيويورك الغديكة وفي ذل الأعداد الضهمة لحالات الوفاة في هذا الفيروس المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في نيويورك بؤرة الوباء في البلاد ووضقت صور التقطتها طائرات من درون عمليات دفن في مقابر جماعية في الولاية منحو مية وخمسين شوفوا أنه ظهور هذه معناتها غار في الصورة مجموعة من رجال اللي يقولوا اللي يلبسوا ملابس واقية ويكادسون توابيت في حفرة ضخمة جدا بجزيرة هارت التابعة لنيويورك ومذو نحو مية وخمسين عام كما قلنا يتم دفن الأشخاص اللي لا أقرباء لهم أو غير القادرين على تحمل فقط الدفن في هذه المقبرة لكن نتيجة انتشار وباء كورونا في نيويورك فات الألاف به يوميا فأنه الدفن أصبح بشكل جماعي وقال المتحدث باسم حاكم نيويورك على مدار عقود استخدام جزيرة هارت لدفن الأشخاص اللي توفوا ولم يطالب أي من أقرباءهم بالاستلام لجثثهم سنواصل استخدام الجزيرة بنفس الطريقة خلال هذه الأزمة شوفوا بقول صراحة سجلة ولاية نيويورك اللي هو 172.358 إصابة بالفيروس نيويورك وحدها اللي توفى منهم 7.844 لطف والأرقام هذه تعادل أكبر اللي سجلت في دول بأكملها ظرت من الفيروس كما سبانيا اللي شهدت 153.000 حالة إيطاليا شهدت فيها 143.000 إصابة وصين اللي أصيب فيها 82.000 شخص فقط في كورونا والولايات المتحدة الكل سجلت 502.000 إصابة وحدها الولايات المتحدة هي تقريبا اشتر الإصابات ومية أو 18.700 وفاة بوباء كورونا ووباء كوفيد 19 ربي معه يلا خلينا نتعدى للأخبار الأخرى بشو نقعدوا في كورونا ولكن من هذه من التراعيف اللي صارت مع الرئيسة البرازيلي اللي نزل نزل إلى شارع العاصمة في في البرازيل نهار الجمعة البارح واقترب من مواطنين وصافح واحتظن عدد منهم ضاربا بعرض الحائط قواعد التباعد الاجتماعي لتفادي انتقال الفيروس فيروس كورونا المستجد وأظهرت مقاطع فيديو وصور للرئيسة البرازيلي وهو محاط بالمواطنين كما صافح واحتظن بعضهم كما لم يكن يرتدي لا قفزات أو قناعا طبيا لكن الانتقادات اللي جاتوا خاصة بعد ما مسح أنفوا بديه اليمنى ثم صافح أمرأة مسنة ونشوفوا هذية تقريبا اللي يلقاه جدل كبير هذية وتجول زادة في العاصمة ويوم عطلة وطنية في البلاد عندهم في البرازيل وين مشاء السبيتر عسكري قبل أن يتوقف أمام صيدرية كما زر أحد أبنائه اللي يسكن في بناء الغديكة ونشوفوا الانتقادات هذية اللي يستنوا أنه يخذوا منها قرارات أخرى ويعتذر الرئيسة البرازيلي بعد ما ضرب عرض الحائط قواعد السلامة يلا نمشي وزادة نعمل وطلع على الأخبار المتعلقة زادة بالكورونا ونمشي للإيطاليا المافكة الإيطالية توزع مساعدات لفتة إنسانية أم مقارب أخرى تتساءل هوني سكاي نيوز وهذا نشوفه أنه في اليوم الأخرى اللي ظهرت مقاطع فيديو اللي تظهر عصابات جريمة منظمة في إيطاليا وهي توزع مواد أساسية على سكان اللي تضرروا بشدة من فيروس كورونا وما رافقوا من أغلاق للبلاد حصما أوردت صحيف دي جوردن البريطانية وتركز تزاد عملية توزيع المواد الأساسية على المناطق الأكثر فقرا في جنوب إيطاليا مثل كامبانيا وجزيرة سقلية وبوليا وقال نيكولا جريتي المحقق المتخصص في ملاحقة عصابات المافيا رئيس مكتب المدعي العام في كتان زارو العاصمة تقليم كلابريا المتاجر والمتاجر المقاهي والمطاعم والحنات مغلقة منذ أكثر من شهر ويقول زادا يعمل ملايين الأشخاص في الاقتصاد الرمادي وهذا يعني أن هؤلاء لم يتلقوا أي دخل لأكثر من شهر وليس لديهم فكرة متى يعودون إلى العمل وقال زادا أن أصدرت الحكومة الإيطالية قسأم شراء مجانية للسكان لكن يبدو أن هذه المساعدات غير كافية وحذر المحقق الإيطالي من أنه في حال لم تتدخل الدولة قريبا لمساعدة العائلات الأكثر فقرا فسوف تسد المافيا الفراغ وتقدم خدماتها وتفرض بالتالي سيطرتها على حياة الناس وطالت تدعيات الإغلاق في إيطاليا ما يقدر بنحو 3.3 مليون شخص يعملون تحت الطاولة هربا من الضرأب ويعيش أكثر من مليون من هؤلاء جنوب في جنوب إيطاليا وتحدث التقارير أن بعض أصحاب المتاجر اللي واجهوا ضغوطات لمنح المواد الغذائية مجانا فيما تسير شرطة دوريات في محال البقالات في بعض المناطق من أجل وقف السرقات التي تتعرض لها على كل نرى أن المافيا اللي هي موجودة اليوم ونشوفه بحسب صحيفة لاربي بيكي لاريبا بيلكيا هكيكي قلت شانا تقتبس يلا هذه الصحيفة الإيطالية ديها فقد وزع زعيم مافيا كوستا كوستا نوسترا مساعدت على الفقراء في أحد مدينة باليرمو يسمى زين وللمافيا حضور بارز الغديكة وبشرت سلطات قضائية تحقيق ضد مجموعة من الأشخاص اللي تم استجوابهم أثناء توزيع الطعام على السكان والفقراء وكتب هذا الشخص على فيسبوك أنه مقام به مجرد أعمال خيرية فقط لغير مهاجمة نسوح فيه لنشر هذا الخبر وبحسب أستاذ علم الجريمة في جماعة إكسفورد في دريغو فارينسي يقول فأنه المافيا ليست مجرد منظمات إجرامية بل إنها جماعات تتوقع إلى حكم المناطق والأسواق ويقول زادة فارينسي أنه المحاللين يركزون على الجانب المالي في المافيا وينسون أنه قوة هذه العسابات المنظمة تأتي من خلال وجود قاعدة شابية تعمل ضمنها وتعمل معها على كل شوفوا إيطاليا اللي هي أمور فيها سعيبة برشا والمافيا اللي هي طحق يقولوها من اللغة هذه المافيا اللي هي موجودة المافيا اللي هي عندها أعضاء في البرلمان المافيا اللي هي عندها مؤسسات تخدم تحتها المافيا اللي هي جزء كبيرها موجود في السلطة اليوم يلا هنمشيوا للفاصل وتابع معكم مختلف الأخبار في تونس وفي العالم اشتركوا في القناة